واشا الخوة تمنك وشي يكون بي خير وعلى خير لوم مجي تتكلم على سطورك موعدتكم اللي احطتلكم و قدلكم تطرحو عليا اسئلة خاصة بالمجال العقاري ها طرليا المسال العقاري تحفيظ العقاري سكن الشمعي الاراضي الدريبة النظافة دي الساكل الغرامات ضونك هنبدأو عليا بركتي الله اغلب التعليقات مزان مشتوم ايش عليا قدرت لوم جيم ايه من النوتيفيكيشن ديال التليفون ضونك هنبدأو عليا بركتي الله ولا كانش سؤال لي ما قدنش نجاوبو عليا ولا ماشي من اختصت ديالنا رح ما هنقدوش نجاوبو عليا طرلكن نخليوه الناس اللي قدوش جاوبوكم لكم ونطعر طرلكن نشو كلوا الله ونبدأو باول سؤال اللي هو دي المحمد الحمامي محمد الحمامي يقول ماذا عن اراضي الجيش هل من جديد في قانون ام لا وهل هناك حل لتحفيظ هذي الاراضي حاليا هو كيف والسلام طرلكن اخوية محمد كانت تكلمين عن اراضي الجيش يقولون احنا جيش كيف حالي الجيش اللي ودائي اللي كان في الرباط بالنسبة القانون ديال دوك الاراضي يا اخوية محمد شمو حد نزاع كبير و حد تجاذب ديال الجوج ديال القيوة طرلكن هذي اراضي الجيش باس الناس اللي معانا يفهموه هذي اراضي الجيش كانت كيهديوهم السلاطين والمولوك اللي دازهوا في المغرب القبائل اللي كانت كتتحافظ علينا ايضا يعني كانت كتتساعدهم في الامن واستتباب الامن في ديال القبيلة طرلكن كتعطالهم كهدية لكن هذي الاراضي هذو حاليا كيخضعوا جوج ديال القيوة القوى اللي هما كيتعتبروا من املك الدولة ها من املك الدولة حاجة الثانية هم انهم كيتعتبروا اراضي الجمعة هنا رأينا جوج مديريات نتلي ما فاهميش كيقول رأي كيني جوج مديريات مديرية اللي ولا هي المديرية ديال الشوق القروية اللي تابعة الداخلية وكين المديرية التانية اللي هي مديرية ديال املاك المخزنية اللي تابعة الوزارات المالية دونك التجادب القوي ديال هذو وزارتين خلاوا الاراضي اللي يجيش واحد النقطة ديال عدم تويت عدم قابلية تويت عدم قابلية البيع عدم قابلية تقعد تتقعدوا ما فيهمش دونك صعيب بزاب انك تحفظهم ارغم ان كنت سمعت من اللي احفظوا اشي ناس ديال الجيش الوداية لكن من بعد واحد مسيرة طويلة في القضاء بشكونوا واضحين هذو الاراضي اللي جيش كيت ورت وكنت نظن عند الدكورة الراشيدين في القبيل وما اراضي فلاحية اللي عموما اراضي فلاحية بشكونوا واضحين نجمنا نكون فتك لكن تحفظ يمكن الاحساب ما سمعت ما عرفت شانا وش فرية ولا ما حضرت شانا لهاد شي هذا لكن قرأت شو اي مكن شي ما قال بانا جيش الوداية حفظوا شي ناس لكن قبضوا واحد البروستدور ديال القضاء طويلة مكن خمس ستين سبع ستين ديال الاعوان باش حفظوا كيف يجداروا والله ما عرفت قد نقول لك شان المهم انت العموم عن نصحك انك اللي بغيت تقبط المسترة ديال تحفظ مكنت شي شي مشكل ممكن تقبطها اللي عطاوك شهادة ادارية من البلدية الشهادة ادارية اللي كتشد على الارض باش تحفظها رايي اللي كتبين بان الارض ماشي ديال املك ديال الدولة ومتابعش للاملك المخزانية ضون كلاع طوالك ومتابع لتشي حاجة مكن لك تبدال بروستدور ديال القيتي شي حاجة مكن لك تلتاج القاضي عاد شي نقاب نقول لك ندوز السؤال الثاني محمد سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبعد شريت قطعة ارضية بالملكية ومن بعد اكتشفت انها محفظة باسم ماليكيها ماذا افعل دبا شريت قطعة ارضية شريت باينا ملكية عدلية ومن بعد اكتشفت بان الارض محفظة بالاسم ديال الشخص هو اولى بروستدورا قد نوصل كبير ياتبش لذك السيد اللي كتب الكومات السيد اللي كتتب عما تقول ليش وشيت عن كاتب عموم يا ما نقدش ناظر معك في هذا الموضوع راي كاتب عموم رايديش ناظرش فيه كاتب عموم ما عندو تشي علاقة بالعاقار صافي الناس اللي كيمشي ولو هذك حق تجاري شي العيبه شي وعد بغي صارت شي ريسالة شي العيبه سي اللي عندو هاد شي ديال ديال اسميتو ديال ديال اللي بيعو الشراء ما نقدش ناظر مو يملك نعدولو لمو تشيق تراخو يلصق فيه كتب عليك هاد شراء ما ممريقلش كيفاش باع لك وولقيت شها محفظة بسميتو اصلا انت وش ريش محفظة لك شرية محفظة رمو تشيق تصومشي للحبس كيفاش ما حيدلوش الواتيقة ديالو القديمة اللي كانت عندو الملكية ديالو العادية ما ميمكنش طونك هاد شراء في الاحتياء اصطر لك تبترى في الاحتياء لاخي رقيتش ياجمشي هادك سير عند وكل المالك هو اللي غايح للك الموشكي لقاش هادية رحالة نصبو الاحتياء لها دا رحالة نجينايا عادك في المحكام المدنياء لا لا سير عند الوكل المالك عبترى فيه تزويرو فيه ندو زو محمد اخويا المصمم الوالد كان نحن هاد الفيديو هادا عيكون طويل تشاعلو معنا جايم كومونتائر قولوش العيبة دلوش العيبة بارتاجيو مع الخوت قول لي ماذا ما تابونش تابونه معنا بش شاعل الله نعتهو الجادي اه معامل كنا محمد المصمم الوالد كان شرادار وفاجأ يحفظها قالولو ماذا لشيش الضوايا الضوايا اه اه كنت هادر على التحفظ العقاري اخويا محمد بالنسبة لدوايا ماذا راش قاح يعني شراد دار بلا ضوايا شريتون شوما دار عدلية بلا ضوايا هاتش اللي فهمت ماذا يحفظوا قالولو لكم مدرينش الضوايا شوما ما عارفينش هاد البلا بلا ضوايا كنت هتشري شي دار يعني عدلية مشيتي دخلتي لها شتيها دار و تكون فيها الضوايا والمتر اللي تكون في الضوايا هو تسعود المتر الضوايا مشي مشكلة تكون سيما رميد الشبكة ولا ولا سميتها ذلك الزج الزج الغلاد الدنيا هينية المهم تكون الضوايا مدخلات ضوا صافي دار عندها فرصادة وحدة مكينك شي دار في المغرب عندها فرصادة وحدة ومعندش الضوايا اتنسو عندك جوج مشاكل المشكلة اولية لما كانش عندك فرصادة والله لا حفظتي اه ديار بيه لما كانش عندك الضوايا ما تحفظش حالة الثانية لما كانش الميتراش ديال الضوايا هو هاتك تسعود الميترها لحسب خبرية ديالي وستعاش ديالي خدمة انا خدمت في هاد الشي هذا لقى انما شاكلنا على الناس اه في شو مينمون ديالهم وفي رايون وفنشربج غتحفظ اصلا كنديرو الشي ناج العبار ديال ديال الضوايا ديما نقص ديما ستا تلاتا جوج كاللي درا صغية وورا على اساس فهمتش بيش استغل الميساحة بيش استغل الميساحة دير تسعود ودير زليج دزاج الغلاد هادي اخوها رخسك ترجع عند اخويا محمد عند المهندس اه بروسيدور تسوي الناس معلم باش تعرف فرق لها تقبض طرح ما تحفظ لك بس البلان يكون البلان ديال المهندس المعماري يكون مطابق اللي يخزهم الطوبوغرافي ها الانجينيور طوبوغرافي خدسو يلقى نص البلان اللي اعطاك في الاول باش بنيش اللي تبنت بها ديك الده تكون الكوبي ديالها تكون عند طوبوغراف دونك الالقى الخالال جابشي مثلا مثلا داك البلان ديال من ديال الارشيتيكتر دونك هدك المهندس المعماري كيشد طوبوغراف كيشد ديك الورقة ديال المهندس المعماري بلان كيشوفوه يلقى اخوه مبني الالقى شي عجم مبنية شية ديك كيقولك عند لا ولا كيقولك را عندي خالال غالب الناس كيديروها كيحط لهم مهندس المعماري بلان كيخرجوه كيمشي ويديرو داك الشي اللي بغاوه كيمشو عن الطاشرون ولا مبغيتش مكوزين احنا مبغيتها هنا لا مبغيتش السريح هنا شوفه معلم هدك الشي اللي اعطاك المعماري وولي تديرو ما كانش عجبك شي عجب قولوه بدلي في الاول قولو بدلي هذي ما عجبانيش صافي الضوية فيش يجيبنيها الطاشرون ما تقولوش لا نقصناها كدارة غادي كبيرة ما تبقانش ميساحة في الدار لا دير دير زليش دير سميتو اذاك الطوب دير زليش دير زاش لكيبين بهمتي باش ما تبقاش في مشاكلة صار هاد شي لك تي اول تحفظ مكشي اول تحفظ بغيت ايش هكاك اذاك شي حاجة اخرى صافي؟ هاد الفكرة دي هاد المعلومات هادو خليهم معاكم الناس اللي ان شاء الله يقتوقفوا عليهم ندوزو السؤال ديال وعزري سعيد نعم ماشي سؤال بيتو فيق ان شاء الله الله يحفظك هو يا وعزري رزاك الله خيرا شكرا دوزو السؤال الموالي ولي ودي المعاد فتحاني بغيت نعرف واش غادييني مددو الاجال بالنسبة لتحفظ خمسين في المية على التسجيل وتحفظ لا تحفظ كين غي في تسجيل لما كينش في تحفظ ما كينش في تحفظ كين غي في تسجيل ليش ديش معلومة مع ان شي واحد را كين يتسجيل ما كينش تحفظ عنا كينش زودك شي من رأس العين دوزو خمسين في المية تكون على الممتلكات كتر من ربعات المليون 400 مليون فور سنتين وتحفظ الاعفاء تكون في السكنات الاجتماعية بنيسبة التسجيل ما كينش معلومة حد الان قالوا غاك نتايف 30 ستاق دونك إلا ما خرجوا يعني انتهت إلا خرجوا الـ يعني غايجيوه كجديد وغايزيدو يعجيو الناس واحد لمدة زمنية حد الان ما كينوالو طبعي نزيدو خاي شكرا خويا على التفاعل ديالك ديما بيخير بغيت نعرف مخاطر الشيراء شو قبش هذا عدلية فقط بعد البيع واش ممكن تحفظوا التسجيل عادي مكينش ما خاطر أخاي مخاطر يلا مشيش عنده 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 كاتب عمومي هذا كاتب عمومي لمشيش عنده سما الخاطر واخا كتب عند محرير الرسميين في الدولة والسلام علي محررين الرسميين في الدولة أراه هما العدول والموتشيق كانت عدلية سير عند العدول كانت محفظة سير عند الموتشيق وما تخاف منه أركز على أن الموتشيق يكون موتشيق والعدول يكون عدول الموتشيق الموتشيق يكون موتشيق والعدول يكون عدول قد تحف ماشي في موتشيق معلم ولا ماشي عدول ما يقص يكون قديم حداك الحومة ولا كيعرفوه النسبة أنه موتشيق مش حالي هذا شعري شقا يعني من خمسةاش عشرين ثلاثين حياتو كاملة غي حطا لا ترى له مشكلة يقدم تحر واخن دوزو آآ زيبرا تسعتاش شكرا مصمم خوي الله حفظك شكرا لك وتفعول ديالك وتكو مونتين آآ الوالي توفى الله يرحمه الله يرحمه خليه خلى الدار من المسجلاش واش ممكن تباع ممكن تباع اختي وليني تسجيل ضروري ضروري تواصله مع دار الداريبة خايف بس ما ضروري تكدل امور ديالك مونتين عشان تسجيل عيش كتدري ضروري تواصله مع دار الداريبة سيري وريقلي الورق ديال الدار مزيان تولي مزيان امريقلا باش ماش تديش دلمد اذك سيد لغي شي ومتهربة من داريبة ومهربة من هذا ومهربة من داريبة ومهربة من داريبة السلام عليكم لقد مرت اربعة سنة وتعلي شراء الشقة مرحبا اخوة مرحبا اخوة عبدالغاني السلام عليكم اجراءة رفع الران بماذا ابدأ وهل يكفي رفع الران فقط مع العن ان عنوان بلتاقات الوطنية نفس عنوان شقة وقد ساكن شو فيها مودي البداية مرحبا اخوة عبدالغاني تقول لغا الله ادلت 4 سنين سير سوول على راتك وهم في الحقيقة يصفتو لك رسالة موصلاتش لكن سير سوول قلوا مرحبا بداو معاك بدا معاهم جيب الوطنية بتقع عندك مريقلة شهادة السكنة شهادة الملكية شهادة الملكية الموت ورقة دي الموت توقل على الله بسكنتي فيها منذ البداية صافي سالينها امورك مزيانة ما تخاف من هذا المدة الزمنية محددة لتساكن الاقتصادي اللي عمل رفع الرهن هو تعيق الواجب لأدلاء بها ميمي اللي سمعتيني شنو قلت عبدالغاني راه هو دك شي اللي قلت لك 4 سنين مدة الزمنية المحددة هي 4 سنين كي سيفتو لك برية باس سيفتو لك برية سير التسوول قد تجيل برية بالغالات او لارك عارف سكنت الشي مائية فكتور راي قدلوها في اي بلاصة مائية لا اعطاها شي واحد يخلي هاللسان ديك ولا ما عارش نظار فين جات لحسن مو يلقتي بواحد ما تعرك هون كثير سول محمد شكرا اخويا الله عفقك شكرا اخويا الله حفظك نورد دين الكورشي وش ممكن تهضر لينا على الرهن ديال الشقة قانون اشك يقول فيها الرهن القضية ديال الرهن كنت هضرت عليه في واحد بيديو لحد الاند البران ديال الرهنة مكيش مباس لي خلقينو باش كون عارف كين الشي عقد ديال الرهن كين عقد ديال السالف وعقد كيره مدموجين عقد السالف وعقد كيره عقد السالف وعقد كيره في واحد السومة قليلة صافي هو اذك كنجمعوش نقولو الرهن صافي انت في الاصل الى بويتية ترهن اتقاد شد واحد السومة غير هو غاي خلصك واحد المونتون ديال الفلوس غاي تسجل بسميتك بأنك سكتر تضلو في شيء يخرش مثلا درتي مات السنين غايعطك هو مثلا خمسة ديال المليون غات خفطو السومة الكيره اياه ستين درها ستمية درها مثلا اراه ستمية درها ماذاك عقد كيره خمسة ديال المليون اراه كريدي عباش كون عارف السالف كيفاش نعرفو باش نشريو برطمة عدلية دار مستقلة ديال واش هي عطيو كلا بالله ما فهمت مونير اخويا مونان البوتي تشري برطمة عدلية واش كولك يتكلف بات الشي العدول يصير عند العدول يقدلك كل الشي انت ما تخممش في هاد الشي انت خممي واش العدول واش عدول العدول هو ولا مش عدول راكين يجي واركين يمشي فيه يقول كل اخر راكتش بانه مش عدول صاف انت دود دور ديالك هي انك هتلقى عدول مزيان مريقل كيضربو يغيز انت مصوخك كيفاش يدين لها مصوخك شفي فالاخر انت غتلقى واتيقة عدلية ديالك اسميتك داك الفوقي ومواصفة ديالو السطحية داك شي علاش لفرق ما بين العدلية والمحفظ محفظ داك شي مغيز ها العبارات حا من هذا السنتيم الباب فينجال الشريح كل شي تتلقاه طاف والعبارة الميساحة يوه داك العدلية كتلقى الميساحة غي مشي يارفيها العدول تحياه الذي كتلقى الميساحة ضار فيها مية وعشرين وواتيقلك فيها اسبعين متر نهمتك؟ لكن ارى ورقة عدلية اتضمن لك يعني واتيقار في سمية ما تخاف من هو غي تسجل وقد امورك باش تجيك الدريبة في سميتك وذك شي كامل يجي في سمية ديالك واش مو مكين بيع شكون واش مو مكين بيع عقار عن طريق وكاله بالنسبة لتوقيع الوثائق بالحق الشيك في اسم صاحب العقار واش اخترتك تصعبوا لي السؤال ما كان فهمش ما كان فهم السؤال ماشي السؤال صعيب السؤال ما فهموش أصلا مشكيلة يمكن تبيع عن طريق الوكالة يمكن لك خيلة كانت الوكالة رسمية واش حالة دي كانت تسجل البلادية قليزي سنية سنية هناك يضرب طمب وصر العون معار شوه اصلا هذك عون خدمة اللي كي يسمى مك يعرفش اصلا شنو كانت بتسمى هو كيشوف التوقيع واش انت اللي وقعته ولا لا لا الو بيتها قل وطنية ديالك كان ش حالة دي وكالة هكا ده بلا الوكالة ده العقار كتكون عند الموتشيق موتشيق دير وكالة رسمية متل دوش دبشي وكالة عند عمومية تكتبات عند كاتب عمومي للبلادية وشي حاجة طابق صحيح يعني الساكن الاقتصادي والشيماعي غادي واللي تفلية واش الخبر بان الدولة ستلغي اعفاء الساكن الاقتصادي والشيماعي من ضريبة على القيمة المضافة اه ثلاثين مليون ما عرفش اخي هذ هذ العب هذي ما عندي جعلية شي 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 علم ما سماش يعني كان في هذ الخبر هذا ما حدي ما سماتش كان بحتنا فيه شي بزاف ما سماتش لكن شاجة جديدة الله وعلم غزلان موضوع مهم شكرا الله حفظك اختي غزلان وقت اللياقة البدنية ولاش اخوية اللي عندو بقعب وحدها وما عندو الساكن رئيسي واش عندو الحق في الساكن اقتصادي بقعب وحدها لا القانون كيهضر على الساكن ها كيهضر على الساكن خي اللي عندو اسميه القانات وقت اللياقة عندك ساكن عندوش لحق تسكن الساكن اقتصادي واسوقونش ولو ارض وما عندكش لحق تشريه ارض في الساكن اقتصادي ارض اقتصاديه في العمران ولادو حاول اي لعبة لكن الساكن ما عندوش علاجمه مهم اللي يتذكرين في القناة ما يكونش عندك ساكن رئيسي فينك تسكن ما هي للتجارية ولا عرض هذه الشيء ما ذكرينوش دونك و امتازي تتأكد اخا اندازو السؤال الاخر او اخويا عبدو من كناس دياننه الله يوفقك شكرا اخويا عبدو الاحظك غبور هذي عندنا لكم تبين معايا فيديو طويل ولياني را كتستفدو اشي اللي عندي رانا عطي الباجاج اللي عندي رانا حطوش احجا ما عرفه سره نقولك ما عرفه السلام كان عندي موشكيل في الدعم القديم. دازل للكونت مسدود لدابا. سنية سيس قال ليك. سنة باش. ما فهمت. هاد شي ماشي دلعقار خوية محمد. قدوي لي على الدعم دي الكورونا يمكن. ياه. اوه دك شي دي الابناك. ما قدش نقول لك. لك يعني اللي دازلك بالغلط وكان انت مسدود. دونك الفلوس ديالك. غيمشي بمكان يمكن لا واحد لادارك هنا في. ام نشو البنك المركزي. ايضا. ايضا. بروكوف البنكة المركزي حساس تحل الكونت و تدك لاري بي. هاتش اللي نقول لك. شوف. الى كانوا صيفته سير البنكة. سينية سيس ما عنده مدين لك. ما عنده تشعى علقة باتشي. صيفتاش بسيس الكونت ديالك. كان مسدود سير البنكة البنكة المغرب اللي عندكم في هذا وتسوول على الكونت. اه شنو هما الاجراءات الادارية اللي غادي ندير فاش نشري بقاع الشيجارية. مش انت اللي هتدير زكريا. مش انت اللي هتدير اخويا. الموتشيقة والك يدير. تم عندك ما تدير. صافي. اذا كانت ادارية كاملة موتشيقة والك يتكلف بيو. صافي انتا مكا انتا شيك فيه تمام ديالك البوقع. فاش يطلبو منك موتشيقة طاحلو. صافي فوتوكوبيد لا كارتشي اللي باتتخلصوه مضايعم. اه شي اللي هتدير. هلاجي شي يتدير هيتشير غايد ديولك فلوسك. مش عارفة. عندك شي تعتمد على رصف هاتش. موتشيقة وموتشيقة. تمسين ديال القراءة وعارفة شكي يدير. غايد تتحكد وش موتشيقة هادك ومشي موتشيقة. فاطم الزهراء عربي اختفاصة من الزهراء. تحيالي كديما كتتشاعل معانا بشميع الفيديويات. بغيت نسئل على ضريبة الساكن. انا عندي ساكن اقتصادي. مجاتنيش ضريبة من سكنتها. هادي حضر الشلام. او يختي اه بالنسبة ضريبة الساكن باش يفهمون الناس بهم عفض القطاع ديال ضريبة الساكن. دونك. عدنا جوج ضريبة. ضريبة ديالساكن. ها الرسوم ديالساكن. ففوست ضريبة ديالساكن. نجوج بارتية. عدنا رسوم الساكن. رسوم جماع. آآ رسو. آآ رسوم الجماعية مشات الاسمية ديالها. مويم. رسوم الجماعية ورسوم ديالساكن. ضريبة ديالساكن. جوج. جوج هم تشيل اختي بشي تسجلك. هاد شي لك. انت يجي في الخانة ديال انك هتخلصها. كانت يحويج كنت تعفعو. لكن تقلم خمسة الاف درهم. زيك الحومة اللي ساكنة قلم خمسة الاف درهم في العام دياللكرة. هقص الساوم الكيرة ايا لش كي بازو باش خلصين تيالكرة. طعف اه باش خلصين تيال داريبة. هذي كتديرها آآ تديرها دار الداريبة. وكاتع فيك لك انساكن قتصاتي كتع فيك خمسة وسبعين في المية. عاد كتديلك التوتال وكتشوف الخانة فين جيشي. لان جيشي قل من خمسة الاف درهم في العام. التوتال ديالكرة كل شهر. ننمو كتخلصي والو. صافر في المية. جيشي فوق خمسة الاف درهم في العام التوتال ديالكول شهر للكرة. ركيكي تخلصي. كاتب زي باش طرف المية وانت تطالع. عاد شين تيخس كتسجلي. تسجلي فيه. تولي على راتك في البلدية وفي دار الداريبة. الاختي متسج. تخلصي حداش لان ما تخلصي حداش لها تخلصي على اربع سنين الاخراء لقاش دار الداريبة كتتقادم اربع سنين مدد اربع سنين. تقريبا. 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 خمسمية درهم. ربعمية. تلتمية. لحسب البلاصة اللي تدي سكن فيها. وش في اي بي. ولا عادي اياه. كينا تم يتين واربعين درهم. يتين وخمسين مدد. داريبة في السنة. شي في السنة كنقولك. غازي يوسف. سير على الله. الله يوفقك. توقيت والنتيجة. الله حفظك. قوي الغازي. شكرا. شخص بغي يبيع. شوقع اقتصادية. شحال غادي يخلص للدولة. شخص بغي يبيع. شقة اقتصادية. شحال غادي يخلص للدولة. شما يخلص. شك تصدر على الضربة المرابحة. الحساب التمن اخوية دي للشقة. والفارق بين الشقة. شحال شريتها. وشحال بيعتيها. يعني ما وضح تيلي. شما قدش نقولك. ما قدش نقولك اخي. طيب كفرش كتبو السؤال. ما يحفظكم فرش كتبو السؤال. هتطعو لي طي طي. شحال جابت لك. شحال شريتها. باش نقدم انا نعطيك الجواب. وما غا تخلص. غا تخلص. كنت متأكد. غا تتعفاي لك. كنت ساكن. 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 ساكن رئيسي ديك. كنت ساكن في المدة كسر من 6 سنين. ركت تعفاي من هاد الضربة دي المرابحة. مريم. السلام عليكم. عندي شوقة شريتها. عندي شوقة شريتها هادي عام. هون سو بغيت نبيعها. ده باش حال المبلغ اللي غا دي تقطاط علي الدولة فاش نبيعها. هاد الشوقة ما شيف ساكن اقتصادي. هرا نفس نفس البروبليم اختي. نفس. را كيلي كيقطعولو 20% كيلي كيقطعولو 23% كيلي على حساب فهمتي. لكن انتي دي با. هاد خلاصي الداريبة. انا ما قدتش نقول لك ش حال. حاليا ما قدتش نقول لك ش حال. موين. اللي معروف هو انه عشرين في المية من ذاك الريب حال لقاش. انتي باش حالاتي بيعيها. دي با انا مثلا عندي واحد دار شريتها ب 20 مليون. صافي. دبرت على شاري وبعتها ب 25. هون مو ما كيقطعولوك من 25 مليون الداريبة. لا كيقطعولوك من 5 مليون اللي زايدة. من الزيادة دريب حلير بحتي انتي بتمك يقطعولوك. وانتي يحسبي الراسك كيف اشي غتجي. شو فيش حالة بيعيش حاشري شاي وش حال بيعيش يوضك الفارقة من تمك يقطعولوك. اللي 20% اللي شاري دار تسنيم سوما سوما. اللي شاري دار ما محفظاش واش كين شي طريقة باش يأمنها. من غير تحفيظ وجه ذاك. لا. حاجة وحدية تحفيظ. المهم لك انت عندك ورقة ديالك العدلية درشي عند العدول المريكي لا مغييزة ما تخافي من الوالوح. تعال وجذوك فليسة تصريح حفظي. ديرت تحفظ ديالك. على الحساب الدارشن وبيتي تدير واش للكوبرا ولا الميزاجور ولا. ولا دليمتاسيو. خافك. حفظي سميتو ديالك. خلصي. مهنتي ناضي. ناسي كي سولو على الارض. حالك تحفظ من الفين وميتي لفوق. قد توصلتها جوجد المليون. على حسب مساحة البوعد في نجات. التمرير اللي غايد ربلمون ديس. دار كنسميوه الميزاجور. دار لا ميزاجور. تحفظ ديال الدار لا ميزاجور. تحفظ ديال دار لا ميزاجور. دار عادتها يكتو دم الفين وسبعمية. تطالع قد توصلتها المليون. على حسب دار ميزاجور في لاوش. ما راوش. كوبرو كي بدا مسبع لحف الفوق. كوبرو. دار عادي يسبع لحف. عشكا يزجزل كل طبقه بوحدة. كوبرو ميزاجور. كوبرو بريتي ميزاجور. تحفظ الملكية المتشاركة عندك. طبقه الولاد التانية بوحدة. كل حاجة وتيتر ديالها. القارجوش بوحدة. ومعدي كيدلوها المقاولين. كيبهو يبيعو. يونس دليمي. دليمي تحييليك. هو دليمي جنراح. السلام عليكم أخي. أشكرك جزيزي. سؤالي. هل يجوزو تحفيد؟ تحفيد منزل مشتري بعقد الصداقة. هل يجوزو تحفيد منزل مشتري بعقد الصداقة؟ يجوزو عن طريق الصداقة؟ الصداقة رواتيقة أدلية. يمكنك تحفيد بها. ومعديك ليس مشكلة خير. السدقة. الهيبا. أي عقار. يمكنك تحفيد. كدلك الواتيقة. اللي كتدل على أن القشي الطوبوغراف في الأصل ركي يطلب لك الوريقة ديال الدار تيطلب لك الواتيقة اللي كتدل على أن دارها ديالك صحيح سواء كانت بيعوا شحال هذه شريكية سواء حصداقة سواء هيبة سواء تنازل سواء أي لعبة اللي قد تدل على هذا ويكون العقد صحيح ومقبول ركي قبل لك التوصي دروس بسيطة رك عزيز شكرا ملاحظك السلام عليكم أخي العزيز أنا مقيم بالإمارات تحية لك وبغيت نستفد من الساكل قصي صادق أو المتوسط بغيت نعرف شنو هما الشروط اللازمة تكون متوفرة فيها سواء من تصبيق أو أوراق بنيسبة تصبيق أخي أيوب داوي بنيسبة تصبيق تصبيق على حسب كل شركة وشنو كتدل بوحده شوف أنت الدار عجباتك سير سوي في الشركة شنو كينفي عندها بنسبة للشروط هي أن الدار مش مشكلة أنك تخليها خويقاش أنت من الجالية بعدك لمدة دا ربع سنين خسك تكون من الجالية لشي تهبط للمغريب صافي تهبط مثلا في حالك ورتبشي تعيش مع وليديك إن فورتها بتهبط للمغريب سير ريح فيها هو أخي غيرك شهر ولا تلتشهور ولا يكتبشي إجازة صافي؟ طيب وما يوقع لكوهلو نهارا تبغيد تدفع الطلب رفع الراند فعلهم باسبور ولو بيتا قاد الإقامة ديالك في دك الدولة باش يعرفو باش تتعفهم دك الوراق ديال الموضة دك وشاهدة ديال القيد ركي ديالك فيها بأنه كي جيت للتشهور إجازة ولا شهر ولا شهر عين كي يقلس فيها أمودى لأخرى ما كان يحصلان خرج الطولة شاهد مرحبا بك جم دوز سؤال آه الاخر أتقرع برنا شي كدة وثمانين سؤال لعندي هنا السلام أخويا أنا شاري امبرتمن بكريدي شي سيزن هادي قيب بأيط من بيئ حيث ما بقيت كلمدينا شاري امبرتمن بكريدي شي سيزن هادي هادي او بايت نبيع بيع 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 ما عندك شاشي مشكيل بايتي تبيع كتدوز الباقي الشاري البانكة وتفاميها لك انا هو بغي يدير كريدي ولا كنت عندوه كاش خلص هذي كشي اللي يعليك كامل ولا يشاط راك ترجع لكي لعشاط لكشي حاجة خيشي اللي كاين اللي كنت بكمل three credit yield كاد حاجة اخرى كنت بكمل three crazy yield ناضي كمل مالوفي سر يجبني كشى حاجة بلاري محمد شي تعليقه على الي شراع والبلان على الابناء ما في ما كم لش ها بتشقول الشراء في البلان حانك شراء في البلان اخيى محمد في شوية دي الخطورة لكن دي ما تأكد قبل ما تشري ان ديك شركة ولا ذاك المقاوي يكون بنقى مستاش المية من ديك العمار اللي اللي تبنات. يعني يكون دار الضالة ونطلع السواري ودار الضالة ديال القبقى الليولى. ها? صافي. دار الار ديسي ودازل البرومير عطاش. صافي? وخايكون عزري يعني طلع اغي سواري وضالة وضالة. تمام كن عاد مقدم ضمن لك شي حاجة مازال ما كيناش. ارض وقال لك ها هنغان بنيو. هادي كذا ما نصحكش تشري معلم. تكونوا واضحي. مزافاش كي بني خمستاش في مية كتضمن بان الدولة مراقبة وعارفة وعطيها الترخيص وكل شي مريق. لها قال لك هال ارض فينان بنيو. وهال بلان اللي مخرجناه المهنديس. وهادي 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 ودعلي قبل الججا ما تحط فلوسك وشوفوش. ارجعو لك ولا ما ارجعو لك. والدفوع ادفع بالدفوع اتا. ما ادفعش كل شي ادفع بالدفوع اتا. باش تلا ضعتي بشي حاجة ادعش حاجة قليلة. اللي كندو زور راشيد ادريسي. السلام قوي مصميم. تبارك الله عليك. لا يبارك فيك اخويا. الله يوف. عاثاك اخويا باش. غادي نعرف الدار اللي. رانيسن فيها واش عليها داريبة. النظافة ولا لا. قوفين كتخلص هال الداريبة. النظافة ولا بغيت نسول عاثاك. اخويا بنسبة الداريبة دي الناس فرق يمكنك تسولي في البلدية. ولما نخيش الجاوب ديالك سل دار الداريبة. سول بالاسم ديالك. الا ما كنتيش. انا ما كانش عندك النظافة رغياني انت ما مسجلش. هاد المدة كاملة دي كتدار ونمسجلاش. قد كنت عشرين عام. لكن غا تطر. فش بغيت تسجل. غا تطر انك هتخلص ربع سنين اللي قبل. ما تخلصش عشرين عام ولا تخمستاش العام اللي دهت. لا. تخلصها ربع سنين لقاش كالتقدم. صافي? واضح? اخي بماذا تنصحوني في استثمار? عقار حاليا بيع. بيع تبقى ارضية كوميرس. ووزنيقة. وغان بدلها دار طالعة في موقع زوين. يعني بغيت ديالي شانجة خي. بها الدين. ما غي تدير يعني تبيع عدو تشري دارة. يعني تبدلها تبادل تجاري. اه مزيانة. مزيانة. ها دار مبنية ماشية ارض خاوية. وشوف بورزنيقة. في انقلت لي بورزنيقة بورزنيقة شوف عودتاني البلايس اللي في هاد الاراضي كوميرسيال وهذا. ورد كوميرسيال واعرة. وليني كتيم حتاج الصرف واتبزنز فيها يعني بيع وشراء. نصحك انك هاتشري دارة ناضية. بويت تكريها بويت تدير بها اللي بعيد. لك تباغيت دخل الصرف منها يعني فكرة فكرة صعيبة. مزيانة. كنتي باغيت سكان وراحت لبال وهذا 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 ولا هادي تخبع فيها فلوسك وملا مشاكين لوالو. كان فضل انك هاتخبعها في هات الارض لكو ما اخسيها. تخلي فلوسك كميها? ناس. صحيح. كنتي باغيت دخل الصرف. سير اخوية للدار. دار واجدان بنية ناضية. صلحة واختكم قديمة شوية. صلحة امرية لها هي ديك. بتدخل بها الصرف وباتي تسكن فيها دي اللي بغيش. اندو زو واتش فيديو. سلام عليكم اخي. هل الارض ستين ميتر مورب بعت تراكم عليها الدرائب ام لا? درائب? هالارض يا اخي كاملة عليها الدرائب? اي اراضي الغير مبنية عليها الداريبة. ما عليها الداريبة النظافة. الداريبة النظافة كتكوني على الاراضي البنية. دار فيلاة عمارات. صحيح? اما هذا غسك تسوى الرادر و كتكون جايك بالداريبة عندك ارض. ركا جايك بالداريبة كنتاكد. صحيح? واش باقي ذاك القانون ديال اللوبيات اخويا اللوبيات العقار فهمين اللوبيات الفاصولية مسخاض كتعني قانون 039 مكانضا 039 لا 038 من قانون مدونة حقوق العينية ديال المحافظة العقارية ما زال اخي ما زال ما زال اياك يقولوا تشغراول انها كنت درت عليها فيديو شرحت باننا المتغرم اوالو المهم مراقب عقار ديالك كل تل سنين سيرة صعبتو سيرة صعبتو ما خاسر اوالو انا كل عام نعرف 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 العام نمشي يشوف اخي نطلع الارض قيد تمالك طلع الارض قيد تمالك كيش اللي غايت ديالك ساكان سيجنيه وليس قتصادي الليوم وما دا مشي سؤال دونك كومنت الليوضايا ايشاتح ياليك واج ممكن الغاء عقد كيراء محدد في ثلاث سنوات بعد ما مرات سانة على ابرامي مع العلم عندنا المحل تجاري لا 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 اناس لا اخويا ميمكنش ميمكنش محل تجاري ميمكنش قدرتو عقد كيراء مع محل تجاري يعني بيعو شراء كرامنك شي واحد شي حانوت ممنوع اخي ممنوع الله يخرج فيك طولة عرض معلمات عوض بزبلد فلوس محل تجاري في علامة تجارية في زبناء في كذا ضيعتها معلم ما يعقلش عليك خلي ذك شي تاقرر بيكمل العقد قبل ما العقد بشي عادة بشي شهرين ولا شهر سافت العون القضائي بأنك بغي تخرجه بغي تسليم مع علاقت صافي باباليسة باباليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم شريت واحد القطعة أرضية 140 متر بشهادة عدلية ما هو الإجراء قانوني باش حفظها إجراء قانوني سألة أرضك بغيت تحفظها بشي أخوي عند مهندس طبوغرافي كتدير الطالب بجير تحفظ الوراق اللي غا تحتاج شهادة العدلية اللي عندك يعني كتبت بأنها أرض ديالك زائد فوتوكو فيدلاكارت زائد شهادة إدارية من البلدية هذه شهادة إدارية كسبين بأن الأرض مش أملكة متولة ها ثلاثة الواتيقات والإعفاءة الضريبية لا مش إعفاءة الضريبية تصفية الضريبية مشي بأن النار ما عندكش ضرع أي برويناه برويناه هذه كتبشي تدفع هاد شي لا تطلبوها لك ما تطلبوها كتبت تدفع هذه كتبشي جد أمور طافي ناضي كتبشي تدفع عند أي طبوغرافي تبشي لعنده طبوغرافي سيارة خاي كتشيف منك ناس أغاني وريك كنتي مشي عارف ناس عارف مونديسين عارف دي جيني سيفيل عارف كل شي وريك معارشة خايفين ساكن تبشي عند أي واحد تسول على الناس اللي كعرفوا لك شي وتوقل على الله على حسب الأرض دي جالك وتحفظها كتبشي 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 طبوغرافي طبوغرافي كتبشي 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 جيم فتبطتتباط ثبتتباط تحية الليك تحية الليك تحية الليك أكتبط لي ماذا حكسيني كتبشي أجري زي داك شراس كتبشي مئتين درام راكتة تكون في جيبك الحقيقة ها الدريب으 هذه النظفة مربوطة بزيبي تحواج عائدة بزيبي كتبشي ما رأيك عن وكالة العقارية؟ وكالة العقارية أخويا أزوينين كي يساهموك بزاب ديال الحويش كي يقربوك البيع والشراء كي يقربوك ميزات كي يقربوك بزاب ديال الحويش ولي نيمد ما يضمنوك تشي حاجة هما ما عندهم تشي عالقة يقولك له هادي يقولك ها الوراق رام ريقلين كيف همش فيه وما عندهم شي شي علاقة بيه هذاك الشي كي يبقى الموتق هو هادي يقولك هادي كدرل بيه كما قلت لك واصلت تجاري واصلت العقاري سواء كانت شركة ولا كان شخص عادي كما كان عرفو الناس غادين كيدورو وقالتين فقهاوي ودبارة ولا تكتطور القضية ولا واصلت الله قناوات تجد ووكالات العقارية ولا ويبسايت ولا شريكة تلقاها كيدورو تجد الواساطة ووكالات العقارية كيقرب الشري المشتري وشنو غاي شري تجد ووكالات بخير ووكالات خير لديك اجراء اخترت بدي يزرف فيك مقاولة بدي يزرف فيك شريكه يدرب على فيديو فعلي يوميو الشريك بشريك لا يتمع عش من البيع و شريك لا يتمعش بشريك هل سيزم بطريقة إيجابية لن يدخلوش صوات بواتيق ولا بشيء الحاجة اللي مش بواميو بيبيعه واشو يشريوه من الأحسن سلام أخي باب الجنة سلام أخي بالنسبة ضريبة ديالنظافة إلى كاتجي مرة في العام مني دخلت كورونا منيشيل تل المغرب وباقي ما خلصتاش واش غايزدو لانو ما يزدوش عليك أختيتات وجد لكو سيري جمعيت 4 سنين و 5 سيري خلصتاي 4 سنين ديالكو سيري خلصتايها صافي عبدالعزيز أخويا مصمم واش تحد تحيدات شهادة إدارية على حساب رفع الرال لا ما زال أخويا ما زال أخويا عبدالعزيز ما زال أخو ما تحيدات لا السلام عليكم عندي شقة بالمغرب صباح تحياتي السلام عليكم عندي شقة بالمغرب وريد بيعها ما هي المدة التي يمكن فيها بيع البيت بجدون ضريبة 6 سنين 2 نقص مع العين مدة الشراء ثلاث سنوات و شكرا آخر 6 سنين أختي 6 سنين شو أتجاوبك هنا ما عارش شكون هذا كانت 5 سنين و مع الوقت مع قانون المالية الآخر صبحت 6 سنين صحيح صحيح دي ما بي خير 6 سنين أختيارات كالتافي لما يدي الناصري كريديو أنواعه بالنسبة للساكان كريديو الأنواع دياله يمزل الأنواع أخي كريديو الأحساب كريديو العادي فيه اللي بغيتي تبني كريديو ديال لبني كريديو الشراء كريديو الإصلاح كريديو الجهيز شو كريديو اللي بغيتي وكين الشي نقول لهم هاي لهم الشي طراج من سيتا البرامج الشيمائية اللي كانوا داروا فوقا رين فوقا اللوج وفوقا الف هون كتلاتة ديال البروغرام ما تيمكنك تسويل إليهم فالأبناك ديامتا يورا كين في الساعة كين كسد البروغرام صحيح و الكريديو العادي راديك يعطاو الموضف الآخرين يعطاوهم للناس اللي كي خدمو خدموا حراء مولك الرأي صاعم مولك يوز مولا لي كي بيع وشريف تسنطاع لي وكين ديالك تجار بيع وشريا يعني درج السكومة يصلا دو في الصيفة ديال تجر تورا كيش تكريدي ومنحقو كلام ناس زمان أخويا بغيت نسولك على الأراضي اللي اللي كانت في لحيا ولات سكانية ولكن قادات قادات العمران الأزقة ودازت الواد الحار ولي ديك واش مازال غادي تحولو وللالال بنسبة للناس اللي شارين بعقود بيع وتيتر مشكور مشروك جاوبني في فيديو مسجال فهمت على حساب حذرتك تدلي على شيء آراضي في لحيا ولدخلات لأوروبا يعني ولات ودخلات للمجل الحضاري وتحط في هال بلان ديال دامينجمون ها هاتشي لي بفهمت يعني تحط في هال بلان دامينجمون ديال الدولات طرقان ناس نسمو لي فواغير بولات طرق وارس الدو ياك هاتشي لي كي تجيز دارشو العمران واخا شنو السؤال ديالك أخي ما فهمت واش ما زال غادي تتحولو لا ما كتتتحولو ديك بلاصة لك انتش نتدب مستفد من ديك العراضي ما شو غا تدير نتتم رخص رخصة ديال البناء انت انت عراضي ارض كتتستفد منها شري 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 العمران دونك تيكملو اللي ميناجمو اللي ميناجمو ويديرو اللي تيتر لهذا ويديرو تجزي ها الطبوغرافي يدير تجزي ديال البوقعت مية مية وعشرين لحسب الشريكة ايو ديك الساعة شد تيتر ديالك واسمية ديالك وكذا اوسير يدفع طلب ديال البناء يعني رخصة البناء يلا تلقو البناء كالي كيتأخروا عليه كالي كيتأخروا عليه عام عمين تلس ماشي انت ارض كاملة كالتعط طول كال اخي ولهاش البنك ستبدوز واحد المدة سول على رأس في البلد ديال سلام شكون امين صحيحة اخويا امين السلام عليكم اخويا مشكور على العمل الله يجدك بخير كل السو شنو كون سول اخي عندي محل شجاري كال مسددوا مني بغيت من بداء في التجارة ديالي جاتني في واحد طريبة مدة 4 سنين العام مدة 4 سنين واش هادي ديال الخدمات باقي ما خلصت هاش ما فهمتش شمين خدمات ما فهمتش جاتك الضريبة خسين شوف الورقة خسين شوف الورقة خي امين ما يمكنش نقول ديال 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 الدريبة شك تسدوا ايضا الدريبة ديال المحل لديك المحل كحيوط ممتيني دريبة ديال الخدمات كتكون في البلد ديال محل المارشيات ولي كتسير هون البلد ديال العشرف البلد ديال ما عرش محل ديال كدار في دار بغار شكين في دار ولا محفظ ما محفظ مهم على العموم لك تسدوا ديال 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 محل ديال ديال تجارة ولا ديال شي حاجة لا ديال دريبة المهنية ولا شي حاجة اللي كان العموم تسير 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 يشوف الورقة باش عرف لك كل حاجة وسميتها صافي كان نصحك نقل بشي عند دار دريبة يموت دافت ما يقول اخوي ديال لاش الدريبة هو يقول لك ما قلتش تجاوب انا مشيش في الورقة ويسام سلام عندي مشكيل مع كريدي كان نخلص كل شهر اللي تخيط قتلوني بزيادة صيف طولي ميساج تليفون قل لك تل بانك سي عش واخ ويسام اخويا ويسام ارا كريدي ركع عرف عدرنا عليه شي حلقة قبل لكن عدرت علي عدر شوف عدق تخلص 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 اي طيب وقبل خلاص القراص مثلا شدي شي كريدي ديال كريدي ديال ميون تلقرص في 11 شدي شي كريدي ديال السكن مثلا 20 ميون تلقرص 57 ميون غير شفان كريدي روية غير هو من حقك تسول من مين جات هاد العيبة ديال كريدي تلقرص ميون قضاء وليش يكون عندك وكان صحي يبعد ما عارش ان الظروف ميون يدخلوا شكرا هاد طيما السلام عليكم على شريط شكرا ميون محفظ عمارة كلها ما محفظ واش ممكن وما يروي على المطلوبة واش حال تقريبين المبلغة ديال تحفظ ايمان انها فيها اول حاجة خاصة تكون محفظة هي الارض ها تسمع مزين الناس كم يخصون يكون عندك تكون الارض محفظة عادي يمكن اي شو قفو قديك الارض تحفظ صافي واضح واضح لكن الارض ما محفظاش ما يمكنش الطبوغراف يحفظ لكل هوا ها ما يمكنش دياليميتاسيون ميزاجور كوبرو ها باك الخطة غادة ميا دياليميتاسيون تحفظ الارض تكون عندها بلان تيتر تطلع البناية كتفينة كي يجي الطبوغراف كيحفظها كاملة كاملة كيحفظها كاملة كتفينة كتفينة تطلع البناية كوبرو كيحفظ لكل طبقة بوحدها بغيتي هي شي طبقة من الطباقي يحفظها لك ما دامت الأرض محفظها نتوذر صافك كلام يرى واضح جيم إنتوزوا السؤال موالك عيت فيدي وينكم الله goods ترشمش ماببار طاج ما الاشران زر نقومونتا نو جيم ندير أي العيبة أه بدر صننا لاخونا بدر سلام عليكم أولا شكرا جزيلا على موضوع الشيخ شكرا سوالي التالي كالتالي أقتانين تبقى عرضية وعندما كنت أقوم بإجراءات سجل تحفظ سألني ملتق هل سأشاري في بناء مباشر بعد إتمام إجراءات لازمة أم سأعيد بيعها سأقول لك واش تبنيها ولا تبيها زيد فقلت له سأشرعه في البناء وهو كذلك اليوميا هذا لما تتميم البناء يعني كتي بغيتش بنيه مبنيتيش هل هذا التأخر يعقبه ها هذا الشيء اللي بغيت نقول لك فيش حاجة قليلة مشي بزاف حتى الرخصارة كتتعودها الرخصارة عندها يعام رخصة البناء رأيها يعام تعاودها من دو جديد وغارما يعني مشي حاجة كثيرة حاجة قليلة مشي مشكي نوك حاول لنا كاتبي ما تشد الرخصة تانية حتى تكون قرروا عندك الكاش باش تبدأ البناء مع التعشرون اناس اكسبوك سلام خويا انا اخذت دار كريدي بن بنك وفا موبيل وفا ايموبيلي واحد شهر ما خلصتوش في وقت ديالو سافتو الميساج اسميس باللي كاي صوني كاي ساولوني راجونس تجاري وعاكاك مازاك كاي سافتو الميساج بلا شهر اقطعوه لي مع العلم انه خلصتو هاش ندير اقطعوه لكم اقطعوه لي اقطعوه راجونس تجاري ميساج بلا اقطعوه اقطعوه لكم اقطعوه راكي بحل اعطيينك الدهب راكي بحل اعطيك معت شنو؟ باش تعرف هاد الوقت هادي راعه كشي علاش بدنام يركز شوف كشي ما قادش خلص دير دعوة ديال الإهمال ديال الإمهال القضائي اعطوك تيل عمي خد راعه احتك ولين يكون السبب اخر شي من الخدماء اما لك تي ما زال خدام مريقل وما خلصت يسركت عطاهم الفرصة باشي اش حطوك؟ باش تعرف شو كي؟ المهم عن العموم سير سوول على رأسك سير سوول على رأسك كلهم من ايش هتزي انا خلصت شنو؟ شنو علاش كتصف تولي ذا الميساج؟ لماذا عرف يكون ذاك الميساج كي يجيك وطوه ماشي كل شي عاجو؟ ممكن ضرورة تشوف خالي ذا قبلوش هو المصمم عندي سؤال ولكن ما عرفت واش داخل في الأسئلة اللي طلبتي نحط طول المهم احنا ورعتها عندنا عرض دا زد في ها الطرح خدات في الأرض سميات متر اه سوبرفيسي سميات متر المهم دفعنا قضية القضاء واخا نزع الملكية دولة الدولة يلا غتنزع لكم ملكية حكمات ابتدى اللي صالي احنا اول السيناء بل اخر حكم ايد حكم السيناء جمح كتامة مختصة كنف براكشن الأرض على فكرة كين مدينة بو بيو كراب هو حي قدير المشكي الكتر من عميل بلدية كترفض تنفيذ الحكم حشنو بان ليك شي شوف إلي حكمات المحكامة ما صغلش نتيف البلدية شكولي كي نفد الحكم وهم العناصر ديال المحكامة واخا اوفصو يتنفد بسميه شوف غير باش نكونوا واضحين انت اذا بو حندك مشكل مع البلدية باش ما نكونش ضايخ ها مشكل عندك مع البلدية اذا كان عندك مشكل مع البلدية اخصو تنفيذي جميل المحكامة وتنفد اذا سلو بانه منوع يدوز طريق سما وتمشي نوص خليك الشريكة اللي مكلفة بالفواري اللي غدوز الفواري من جماعي طف اي تا حتش واحد رجلية جماعي ارا كردك لا ريوح واخصو يكون معاكم عون قضاعي تنفيد ارا شو ما يكديرو انتو ما كتنفدو كالشي تسول عرض كيف نكتب الدرد في المحكامة تسول شنوخصا نديرو اجراءات تنفيذ شنوخصا نخلص شنوخصا شكل يكون معايا وغاتش مشي تقريغ عرض ديك طافي باش كونوا واضحين البلدية غاتتعلم عن طريق العون قضاعي على غيب الرئيس ديه البلدية لانه هون منوع عليه انه هو يدوز شاكرا شاكرا قسم معايا السلام عليكم انا وراجلي شيرينا برطما من عند واحد سيدة كلها كانت سكنة فيها وكان ولكن كانت مستقلة العنوان الدائرة الجمعية ودائرة الجمعية على عنوان شقا يعني مستقلة العنوان فقط لانه كان عندها مقر جمعية في مكان اخر تغيير العنوان في حدود شهر جوزته عليها الغرامة المالية عن كل يوم تخير بجانب ضريبة مضافة باسمي هو اسم زوجي توصل ببلغة ضريبة على الجمعية باسمها شوف إلا كنت تجي الضريبة بالاسم ديالهات السيدة وبإسم الجمعية أنتما عندكم تشيء علاقة بها الموضوع هذا غير هو لك تدري مع التزام أنها تبدل العنوان بس كنت تكلا روية شو بله؟ ضروري القضاء أم علم تلو القضاء وقرب الرحل طبعا شيلا قد نقول لك تبدل العنوان طبعا أمو لا أقول لك إما غير مشو عن القضاء قد أولي حقيقة تضيح لكم هذه مشاكل هذه بحلقة عمتيني العنوان تبدل كده أما الضريبة هكتقف سميتها هسعبها هي طبعا قيمتها هي اللي هتخلصها هي كيبعي اسم زوجي وأنا ولكن زوجي لشغل طبعا كما قلت لك أختيبو شراء بالنسبة لخلاص ما تخافونه هي اللي هتتخلصها هي اللي هتدير كل شيء سميتها ذاك لكن العنوان خصو يتغير قولوا له يا إما يا إما يا إما تقضي يا إما تنضي يا إما قضاء طبعا حدا في شوش عشا تشير عندكم التيزة عندها التيزة عندكو شي يعني تدعو ذاك التيزة مرا را غا تخاف بزايد إلا ما تدرش مع إجراء ترى سبقا غاديب نفس المستار شفتكم خايفين من القضاء ولا شوشي والقضاء ولا بحلق محمد بيقور أنا خديت ساقا خلصت الموت شاق في كل شيء الواجبات وخديت التوصيل صدقه هو مسجلش ومحفظش شنو كل شيء واجبات ليا فاش نمشي عنده تقول لي كين مش كيش شريكة منو كلفها بالبرطمات مشينا كان إحنا كان منهم متضررين ندفعنا الشيكاية وش تشد في الحبز فالنيابة العامة موتشيقة بلاصو هي كالطالب نخلصو كل شيء من جديد آه لأقل ذوك الأموال حتي تحكم عليها عادي ممكن إطرد دولكم هذا هو المسألة الخطيرة وبنيت بالل موتشيق دي ما عرفوا يعني اسميتو ديالو دي ما الصمع ديالو خس تكون تعرف تكون عرفة هرى الأحكام كان الأحكام كانت وصلت لإعدام موتشيق ناس اللي ما عارفيناش أحكام كانت وصل على موتشيق لإعدام لكن في بعض الحالات مش كونه واضحين من طبيع الحلقة ستصبرو خطكم تخلصوا ذاك شيء من دول جديد حتي أعودكم القضاء ذاك شيء اللي يضع لكم في موتشيق اللي أول ويتني كري شيء يضعر ونهارف يعني ببلاها وما يصور من عندي وإلو شنو الحل مشكلة يعني الله يرضقيك كذا الله يهديك هذي بنا ما تضحك علينا شوفت باش نو قال طال طال عصيو ركنت جاوبت هذي بتحنا نضحكو عليه في نظار كتسولو شيء سؤال وش يجاوب كأنا جاوبت كأخي أنا جاوبت كأنا جاوبت كأكل شيء لمن كل ما كتعرفيني شيء خي لمن كل ما كتعرفني أنا ما شيء مني زر سباتي راقتلك هنجاوبك هنجاوبك هي قول باللي ملكية مشاركة تتكون فيها مشاكل واش بسطح مشنا يلحواج اللي ممكن تدير قبل ما تشري في أرض ملكية مشاركة فيها بحث المشاكل يالناس من الناس كأتجي أنا عندي سفليتة فوقي كأذا الدروش ديما موسخ الدروش كتعبض ملكية مشاركة استح ملكية مشاركة ملكية مشاركة ملكية مشاركة ممكن حترموها طبعا ممكن حترموها شصات مش كونوا واضحين خصني أنا غيد هريج كون ملقية هذك شي على برمان إلا هذك ملكية مشاركة خصني قد تسوها كيف حلها كيف حل ملك العموم ملك العموم راك نجلو قوات ها الخازنية البوليس هل عسكر باش نحرار راك ذلك الملكية مشاركة واتشت دور دير السنديك إلا كان عدكم السنديك وخا محتوي شنون فرق بين العدول والموتق فرق ما كينش فرق بيناتهم فرق بيناتهم وغير العدول مكلف بواه لحاجة ما كينش عند الموتق لي وزواج ها الزواج وهاتش دلقرت الشريعة صعبك هذو ولا فرق ما بحال بحال فيش عند العدول ولو موتق بحال بحال محرر الرسميين في الدولة كيضربو كيغيزو صافي مش كونوا واضحين شو أعراضي اللي ممكن تشريها واش مثلا ها بتستشار أعراضي اللي ممكن تشريها هاي أعراضي ممكن تشريها إلا الأعراضي المخزانية وعملك الدولة واللي يتابع الأحباس الأعراضي اللي عليها الحجوزات ولا اللي عليها في حاجة البنك هذو ما يمكن شصها هاتش تكون محررة واش مثلا بس شهور على الدار لشريها مثلا هواش ممكن تسجن شنو هواش مثلا غبت ستشهور على الدار لشريها بساكن اقتصادي لا شوف إليك تيا غاتخرج البلد لك ستشهور ما تسجع ما كين تسجع أصلا فتش غاتخر ستشهور وترجع السئيل في الباسبور بأنك أخرج شي البلد من الجالية مشي شي وجي شي ما تقفص البلد غادي كتتسارع وكتنع خالف سي قانون الساكن الاقتصادي الشرق ديالو بقى في الطار ديالو حتى تكون ربع سنين ديالو شو إيجابيات وسيبيات الساكن الاقتصادي فيه إيجابيات فيه إيجابيات إيجابيات أنه خاوش ويد المهم كتلقى الساكن ببرتما في وسط المدينة شحال دي دبرا ولو كي هربو وقع كي مشو تلع ربي يعط كي بنوك الساكن الاقتصادي تلقى ببرتما في وسط المدينة وبتامن 24 25 22 دار بدك بدك ببرتما في وسط المدينة مثلا دار ويدار ما تلقعش بدك تامن بدك الميتر سبعين ميتر ولا ستين ولا خمسين ما تلقعش بخمسة وشرين تلقع بربعين طبعي هم كي تشو السيبيات كتار ومشاكين هاد دار شقات هال ما كي سيل هال اللي جو متقوبين ها فهمتي يعني كنت تشارك معاناة معانا الصداع مشاكين لو بغيت يتنعس فهمتي هذك الشي اللي كين جيم من جيد كنت غير تغير تغير طافي في ديال البلانو وكنت سمعت ان الادارة سمحت بإدماج هاد التغيير ها في البلانو بعد القيام بإجراءات المطلوبة هيك مدة الزمنية لهذه السهيلات لازمة كانت تمتد على ما أعتقد من نهاية إله المشكيل هو أنني مع كوفيد لما أتمكن دونك نسيدرشي واحد تغيير وكان تكري الإجراء مطلوب وعادي في واحد الوقت من 2018 2020 ما جلشيش بكوفيد تفعيلوهم التوصي تفعيلوهم التوصي وتطلب علوم يقلدو يقبلو يتقبلو وضعيات ديالك مجيد أخويا مجيد يقلدو يتقبلو وضعيات ديالك لقاش عندك سبب قانوني خارج على الإرادة ديالك اللي هو كوفيد ما خلاكش تجيد اسم الإجراءات ديالك شيلا قد نقول لك كان عندهم رأي آخر الله أعلم وليني في العموم هادك ورد طبيعية والشي ديال الحزر الصحي وإغلاق الحدود راوقفو وإدارات كامل السيستام اللي ما خلص شي حاجة تجلوها له بتزفد الحوية تجلوهم حتى هاد شي سير قضي غارض ديالك ردب 2021 لكن في ممكن شي يتقضي غارض يمكان يمكان كانوا أدو شي حاجة يمكان كان شي دي زاجانس زويني يخدموك يجيبوك شي حاجة مغيذا كي قصروا عليك الطريق كان شي حاجة اللي تدي مسير عند شركة ولا عند مقر عندك وش مشيش عند مقاول عند سمسار ما كتعرف ما كتعرف ما كتعرف ما كتعرف كي ينصب عليك اليوم وغدا الذي غبيره شقاش سؤال سلام عليكم أخوية شكرا على الموضوع أنا كنت باغي نطلع واحد الرقم ضاريبي مشيت عند صحاب الداريبة قالوا لي ما مسجلش رقم ضاريبي وقالوا لي يا عليك شي ضاريبة فيها أربعات المليون وغادي نديرو معاك مزيان سولتون كيف قالوا من بعد تاخدوا رخصة السكن خلطوا فكتخرج واحد ضاريبة كي يكون عندك 90 يوم باش تخلصوا تزاد عليك ما فهمت شو علو ورتي أنا ما فهمت ها وما قالوا لك وانت قلت شيل في الطريقة ما فهمت أنا شو ممكن يقول ها 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 لمنس كان أصاطر كان أصاطر ضحقني هاد السيد هادا مش كيلة وانت قالوا وكذلك ما فهمت يجعل كيف أنت يس تفهمه رقم ضاريبة درجة رقم ضاريبة صحبي رقم ضاريبة وش تجيزر بيع وش رقم ضاريبة رخصة السكن ما فهمت ما فهمت عاود السؤال ديالك أخويا وانشاء الله غنجاوب فكوم وانطحر صافي عاود السؤال ديالك بطريقة مشكل غرا سلام عليكم أخويا مصميم واش كان شي ضمانة قانونية عن البرطمة ريش سواء كانت السكن قدر الشميعي أو من عند المقاول ضمانة قانونية خصوصا أنها جديدة تسكنت تقول مقاول فيها عام تاع غارونتي لا لا السكن جديد عشر سنين للغارونتي شكو يقل لك عام شهد المقاول هذا لا لم في الاقتصاد قلي عندك عشر سنين كي هدك شي لقيت لك عشر سنين عشر سنين هو البناء الجديد لغارون شي يعني لا تقل شي حاجة ترس شي حاجة غطح شي حاجة كيف حالك ومالك يعوض مع العلم مكين شي وات شي قاتبت على هال ضمانة لا أخويا القانون القانون راه واضح قانون داخلي ديال الشركة قانون داخلي ديال دولة دولة مع العلم وإلا قدر الله أحفظ وات شك يكون في لاث سيرونس وات يكون مريق الشركة تكون دائرة لاث سيرونس لتحرقت الدار لاث ما خلص سيرونس لاث ما طلبوش منك واحد من سيرونس لاث سيرونس ديال حرائق وليش الشركة قانون ديال سميتو قانون ديال عشر سنين وكان لتبع إنسان باش يضمن حقه بارك الله وفيك شوف مضمن الحق ديال كلا وقعت شي حاجة في بناء جديد جديد وكان دا كدار نتيج سوء التدبير ديال البناء ولا الغيش حاجة بحرائق صافي شل نقبل نقول لك هاد مقاويل ما عارف مقاويل مقاويل ما عارف شهد شهد مقاويل حدو ركع يعرف يبني ويعرف شهد قد سوى الناس اللي قارين على هاتش قاول نجوش أسئلة نعبد للخصوم السلام علي أخويا بغيت نعرف إيلا بغيت نخلص بنك كريدي كله اللي بقى واش غادي ينقصوم لي حاجة فهمت السؤال لك مفهم إذا كنت عندك كريدي كنت تخلص فيه مدة خمس سنين مدة خمس سنين ده بجاب الله شي تي سير ي بغيت تخلص كل شي كي نقص لك الفوعد إذا تخلص لك شوية كنت توجوش بارتيات مثلا خلص خمس سنين وجاتك واحد تستدلم غد كاش يعني هي جزء من الكريدي كنت يعني كان نقص لك من كل من هذك طريطة أو لا كان نقص لك من سنين اللي بغيت وكان نقص لك من السنين تبقى طريطة يادك وكان نقص لك من طريطة يبقى السنين هو ما عاف واضح خلص كل شي بدقة واحدة كان نقص لك السمية الفوعد كان قصولك مش بحل بحل شي اللي خلصتي هذ المدة كاملة هي اللي خلصتي كاش جيم أنا حريرتي حريرة نشرح لك خايم زوجها عشا في إسفانيا وزوج ديالي هذ شي باعي هنا في زواج وفي عمين شراء أرض من المغرب ومضرب بها ميت هذا بين الزوج ديالك وغير يدل كنوضونو هذا طالبية بالحق ديالك أراد شي هذا خصص القضاء ما قدش نقول كنوعد ديري ولا نرور خصص قضاء محامية صارق محامية فتش مع قد عندك بزايد خصص محامية تكلم بالموضوع ومن حقك الطالبي إلى بنيتي مع شي حاجة مر زواج ودر شي مع ه ودر 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 وساهم مع وضحي ما من حقك تدي حقك في ذاك شي اللي ساهم ما فيه صارف طلبين محامية وغد قد لك الأمر ديالك وإلا كان نضحك عليك شي حاجة ولا ديك لاريبي عند وكل مالك الخطرية لكان صاف الفراق المهم أخوتي تمنى فيديو يكون عزيب ويكون توف فقط في شي هذا كامل ومتنساوش بارتاجوا مع النسك